موسيقى النظام والقطاع الجمعية منظم بمرسوم 88 لكن بعدد آخر من القوانين التي تنظم الحياة العامة منها سجل الوطني المؤسسات قانون مكافحة الرشا والفساد قانون مكافحة الإرهاب وطبيض الأموال وعدد آخر من القوانين الموجودة في النظام التونسي لكن المرسوم 88 هو يعتبر أهم قانون للأسف المدة الأخيرة شفنا جهد من الدولة لتغيير الإطار القانوني للجمعيات يمكن مش على خاطر المرسوم 88 خائب لكن على خاطر فما نية لتقليص دور الجمعيات في تونس كيفاش مش نقلص الدور هذا عبر تغيير المرسوم 88 اللي هو تشريعيا قانون جيد وجيد جدا تغييره زيد كان المفروض وهذا اللي وصلت له دراسات ووصلت له أبحاث المجتمع المدني حتى أحيانا من الطرف الحكومي هو تحسين تطبيق المرسوم 88 كان جينا نحبه بالحق نطوره من المجال الجمعياتي في تونس يمكن الأحسن هو أنه نحسنه التطبيق متاع المرسوم 88 والقوانين الأخرى من غير ما نمسه بالقانون نفسه للأسف كيف نقراه هذه المبادرة التشريعية هذه اللي هي ضعيفة جدا في النص يعني في الشكل ولكن كذلك في المضمون الراول اللي هي بتحاول التقلص من التمويل الأجنبي للجمعيات للأسف هذا بنش ذر الجمعيات لكن بالأخص مش ذر المواطنين بنش ذر المستفيدين مهى التمويل هذا من الصغيرات اللي يوصلوهم من الجمعيات للمدارس من المسال اللي يؤويه contra الجمعيات من البيئة اللي نحاولون تحافظ عليها الجمعيات كيف مش تقص التمويل الأجنبي أو مش نقص منه أو مش تحطه تحت مراقبة الدولة ونعرفه ديما كده نحطه مراقبة الدولة من غير ما تحط أليات المتابعة أو أليات سليمة نلقا وروايحنا في تعصف الإدارة كما تتعصف علينا هي تتعصف علينا بالقانون الحالي فما بالك بقانون جديد يقلص من حرية النفاذ والوصول إلى هذا التمويل الأجنبي المبدأ متاعه رجع لهالفكرة متاع تنظيم الجمعيات حسب اختصاصها لهذا للأسف هذي ترجع بنا إلى قانون القمعي متاع تونس قانون الجمعيات متاع 1959 اللي خدمت به تونس وقت النظام الغير ديمقراطية وقت بنعلي وقت بورقيبة في عوض نمشي ونقدمه في التشريعات متاعنا نرجعه بالتوالي نرجعه إلى تصنيف الجمعيات هذي حقوقية هذي خيرية هذي تربوية هذي بيئية بش نجمه نسيطر عليهم هذي هي الفلسفة متاع تنظيم هذا القانون هذا زاد خطوة قدام حتى كل جمعية تخضع إلى الوزارة المشرفة عليها مش تولي طبعا الوزارة تختار جمعياتها اللي تتعامل معهم وتبعد الجمعيات الأخرى ولا تنفر ولا تسيطر عليها رقابة أكثر ولا تمنحها من التمويل الوطني والخارجي حتى لين تموت الجمعيات هذي يزيدوا خطوة قدام مرة أخرى ويحطوا الجمعيات الأجنبية تحت إشراف وزارة الخارجية ما يحطوا حتى معايير للإشراف هذا يتكلموا فقط على ترخيص اللي يجب يتجدد كل سنة اللي يمكن سحبوا في كل الأوقات من غير إذن قضائي خليت سلطة للإدارة للأسف سامحوني في الكلمة تدجن للمجتمع المدني التونسي لكن كذلك المجتمع المدني الدولي الناشق في تونس اللي يعاون في تونس اللي يبني في تونس جديدة حابناها الديمقراطية حابناها متطورة حابناها شفافة فيها كل معايير جديدة اللي العالم يتبع فيها احنا نسح بروحنا منها هو المفروض في دولة يعني تحترم نفسها ما يتعدىش القانون هذا مكتوب يعني مصاغ بصفة سيئة جدا لا يرتقي إنه يكون مقترح قانون يعني مش نقعد نصلحه في قانون مكتوب بالخايب قبل ما نخلطه للمضمون كينوصله المضمون نفنه زادة كذلك اللي هالقانون هذا يمس من الحريات المفروض في دولة تحترم زادة نفسها كذلك ما تتراجعش على مكتسبات تبني على المكتسبات احنا نشوفه في قانون يستأنس بتجارب الدول العربية يعني الدول العربية اسوأ دول في تقييم الديمقراطية يجيوا احنا ناخذ بالمعايير متاحها وبالممارسات متاحها وندخلوها في قانون متاح لانك المفروض البرلمان ما يقبلش المشروع هذا اللجنة وصل لها ما تقبلوش او تلقى اليها لرفضه او اعادة سياخته احنا كمشتمع مدني باش نحاولوا نقوموا بكل الجهود لهذا فما كمش يقولوا الناس داخل المجلس موافقة على اراءنا الناس خارج المجلس الناس في تونس الناس خارج تونس الناس في ميادين اخرى مش فقط في قطاع الجمعيات يفهمها ميادين اخرى فاهمة اللي المساس بالحريات حرية الجمعيات حرية التنظم هو مساس بمستقبلها كما قتلك الوليدات البيئة الفن المحيط كل المجالات هذي باش تتمس كان يتعدى قانون فالرداءة هذي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر